بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا هنعمل النهاردة طاجن طحفة جدا وبمنتهى النظافة والطعام هنعمله ويلا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه اول حاجة كده حبيبي انا عندي النهاردة طاجن الكرشة هنعمل الكرشة بتاعتنا النهاردة طاجن خطير جدا ورحته في منتهى النظافة زي ما احنا شايفين عندي الكرشة مخصولة وبيضة وزي الشمع كده زي الاشطا هنبتدي بقى ونقعينها كمان في مية بلمون لحد ما رحتها بقت زي الفل عندي حلتين على النار كده في البداية طبعا هنسمي بالله ورفعت حلتين فيهم مية على النار اول حلة هنزل فيها باول ما المية تغلي كده بالكرشة بتاعتي هدلها جلوة كده عشر دقايق بالكتير خالص علشان اتخلص من اي ريحة ممكن تكون موجودة في وحسبها تغلي عشر دقايق بالزبط بعد كده الحلة التانية حط فيها بقى المناكهات بتاعتي اللي هي هتستوي فيها الكرشة بالكامل وهي حطيت اول ما المية جليت كده ابتديت حطيت ورق لورة ومعلقة صغيرة من الفلفل اسود وكمان ربع معلقة كده من الهيل البودر وبصل ومتقطعه ارباع وكمان حب الطماطم متقطعه زي ما احنا شايفين غطيت الحلة واول ما المية ابتديت تغلي معايا كده جامد جدا كانت الكرشة اخدت غلوة كويسة في الحلة التانية اخدتها شطفتها وغسلتها كويس جدا يعني صفتها وغسلتها كويس جدا وبعد كده نزلت فيها في الحلة اللي هتتسلق فيها سلق كامل سلقها تتسلق بقى وابتديت اعمل الصلصة بتاعتي اللي هنزل فيها بقى او الدمعة اللي هنزل فيها الكرشة بعد ما تستوي عندي حوالي تلات معالق من الزيت كده نزلت عليهم بمعلقة توم كبيرة انا بحب أعمل الكرشة بالتوم بس مش بحب أحط لها بصل عشان ما تبقى اشتئيلة في ناس بتحب تحط بصل لو بتفضلي البصل حطي بصلة متوسطة انا بعملها بتوم بس زي ما احنا شايفين معلقة توم كبيرة على تلات معالق من الزيت وضفت كده قطعة من الفيفل السبايسي علشان تبقى فيها نكاة حلوة كده وتستقيه لزيز وابتديت أشوح في التوم بتاعي زي ما احنا شايفين عايزة لونه يبقى ذهبي وريحته الحلوة كده تطلع معايا مش ها ما تغمي إيش التوم عشان ما يديش معاكي مرارة في الأكل وانزلت كده بقرنفلفل أحمر متقطع مكعبات زي ما احنا شايفين هتديله تشويحة كده مع التوم بيدي تستحل وقوي للطبخة بتاعتي وبعد كده هبتدي أنزل بقى بعصير طماطم اللي أنا عصرها ومصفية بالشكل اللي احنا شايفينه ده ومتخلصة من القشر بتاع الطماطم عشان تبقى تقيلة كده ومتسبكة وطعمها لزيز بعد كده هتديلها بقى رشة من الفلفل الأسود وابتدي بقى هتديلها تقليبة واسبها تتسبك معايا نص تسبيكة كده على نارها دي على مهلها كده على ما الكرشة بتاعتي تستوي أنا عايزة الكرشة تستوي تبقى زي الزبدة مش عايزها تبقى بتشد الصلصة بتاعتي كانت استاوت كده خلال نص ساعة ونزلت بقى عليها بالكرشة بعد ما استاوت شلتها من الشربة بتاعتها وكمان شلت منها بقى ورق اللورة والطماطم وأي حاجة كانت مو البصل وطلعتها كده نظيفة زي ما هي كده على الدمعة بتاعتي أو على الصلصة اللي أنا عاملاها الخطيرة جدا وهسيبهم مع بعض كده ياخدوا يدوا مع بعض كده ربع ساعة علشان الكرشة بتاعتي تاخد من الصلصة كده الطعام اللذيز اللهم بارك مش مستحملة الشوكة معايا واستاوت بقت مانجا كده زي ما احنا شايفين هتديلها بقى بعد ما عدت ربع ساعة في الصلصة يعني نص كباية مية كده علشان هسيبهم ياخدوا غلوتين كمان مع بعض وهزبط الملح بتاعي اللهم بارك ساهم احنا شايفين كده وهسيبهم يعودوا كمان ربع ساعة تلت ساعة كده علشان الأطعمة كلها كده تتجانس وكمان الكرشة تاخد من طعم الصلصة الخطير بعد ربع ساعة طفيت عليها وجبت طاجن كده باركس بيدخل الفرن وهبتدي أغرف الكرشة بتاعتي أنا بحب أعملها كده بديلها تشميعة في الفرن كده ربع ساعة تلت ساعة علشان تاخد ريحة الفرن وتشميعة الفرن من فوق كده وتاخد وش جميل بتبقى شكلها يفتح النفس وكمان بتقدميها بشكل شاهي كده وبتبقى لذيذة وخطيرة جدا أنا بحب أعمل الكرشة بشكلها الطبيعي كده مش بحب أحط لها حمص يعني فيه ناس بتحفظها لتحط لها الحمص حكل شيف ولو طريقة أنا بحبها كده طبيعية زي ما هي طعمها حلو ولذيذة وكمان ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن اللهم بارك ريحتها تحفة ما فيش يعني لو مش عارفة ان ده طاجن كرشة مش هتعرفي خالص لان ريحتها جميلة جدا اللهم بارك وكمان زي ما احنا شايفين كده آآ شكلها شاهي ويفتح النفس وكمان هنشوف مع بعض بقى قوامها اللهم بارك زي الزبدة ونحاول نجرف كده منها ونشوف الكرشة دي من الأكلات اللي فيه ناس كتير بتحاول تبعد عنها او ما تعملهاش علشان بتخاف من ريحتها بس لو جربت تعمليها بطريقة حلوة وبنظيفة وبخطوات كده تساعدك على انها تبقى ريحتها حلوة هتكليها ومش هتشبعي منها اللهم بارك وممكن تقدميها كمان في العزومات قبل كده عملنا مع بعض الكوارع المخلية حطوا الكل لينك بتاعها ما شاء الله اللهم بارك زي ما احنا شايفين كده بمنتهى النظافة الشوكة مش مستحملة آآ تدخل فيها دايبة دوابان زبدة لازم تبقى دايبة كده عشان تقدميها كويس وتبقى طعما حلو ومتكونش بتشد وتعمليها بمنتهى النظافة بالخطوات اللي احنا عملناها دي جربوا الكرشة على طريقتي طوجن في الفرن طعما خطير ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكمنت وشير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة